هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ السورة الواحدة مثلا بعدة روايات أي من كان يقرأ في سورة من سور القرآن واختلطت عليها الروايات فبدأ ينتقل من رواية إلى أخرى كما لو قرأ أول الأمر برواية حفص عن عاصم ثم برواية ورش عن نافع هل عليه في هذا شيء أم لا القراءة إذا وافقت المصحف العثماني وصح سندها ولم تخرج عن قراءة العشرة فهذه تصح الصلاة بها إذا توافرت فيها هذه الشروط أن توافق المصحف العثماني الذي هو المصحف الإمام وأن يصح سندها وأن لا تخرج عن قراءة العشرة فإن خرجت عن قراءة العشرة فيها خلاف فإذا قرأت بأي قراءة على هذا النمط ما توفرت فيه هذه الشروط فالقراءة صحيحة الصلاة صحيحة أما التنويع القراءات في الصلاة فهذا لا ينبغي لا ينبغي أن تنوع القراءة وأن تقرأ تارة قراءة حفص وطارة قراءة ورش وطارة قراءة فلان أو فلان هذا لا ينبغي خصوصا إذا كان هذا يشوش على أهل البلد أو يشوش على الذين لم يعتادوا هذا الشيء فإنه لا ينبغي هذا بارك الله فيكم